مشاهدين حول انطلاق الحوار العراقي الامريكي ينضم معنا المحلل السياسي الأستاذ علي البيدر الأستاذ علي حياك الله أهلا بك معنا في نشرة الثالثة أبدأ معك تابعنا قبل قليل بيان من رئاسة الوزراء بشأن أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لمناقشة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق بين العراق والولايات المتحدة سؤالي هو العراق يصر بأن القوات الامريكية قوات التحالف ستنسحب من الأراضي العراقية لكن على الطرف الآخر الولايات المتحدة تنفي هذا الموضوع ماذا نفهم من ذلك أستاذ علي نعم تحية لحضرتك وللساد المشاهدين الكرام أتصور أن الأحداث التي تشهدها المنطقة أجبرت الحكومة العراقية على اتباع ستراتيجية جديدة في الجانب الأمني تتعلق بالرؤية المحلية فيما يخص الجانب الأمريكي وطبيعة هذا الوجود في مقابل ذلك لا يمكن الحديث عن انسحاب كلي مثل ما حصل في العام 2011 وأدى هذا الانسحاب إلى ترك فراغ معين استثمرته الجماعات الأرهابية قد تتكرر هذه التجربة ربما بسيناريو مختلف من سيشغل هذا الفراغ هذا التساؤل الأبرز الذي يجب أن يوضع أمام القادة الأمنيين في البلاد وهل أن القوات الأمنية العراقية قادرة على إشغال هذا الفراغ بالكامل على المستوى الستراتيجي نتحدث عن الجانب الاستخباري على المستوى القتالي وحتى في جوانب لوجستية ومنوعية تتعلق بالتدريب والتأهيل لقوات الأمن العراقية أتصور أن الحكومة سوف تبقي على عديد من القوات المتواجدة في العراق لكن طبيعة عمل هذه القوات سوف تختلف أي أنها لن تشارك بمهام قتالية مثل ما يحصل وما تزال البلاد بحاجة إلى هذا الوجود خصوصا أن هناك رؤية سياسية للمكونين الكردي والسني تصر على هذا الأبقاء مع التحفظ على نوعيته وطبيعته كل هذه الأمور سوف تتبلور برؤية جديدة تتعلق بموقف القادة العام للقوات المسلحة بعيدا عن كل الضغوطات التي ممكن أن تحصل محليا طيب سيد علي هذا الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية قوات التحالف الدولي من العراق هل يزيل تبريرات قصف القواعد الأمريكية المستمر؟ نعم أتصور هذا القصف قد يكون مرتبط بأجندة أقليمية أو أن هذا القصف هو جزء من المواجهة التي تحصل في المنطقة وهناك أطراف معينة تريد توسيع دائرة الصراع ليشمل أكثر من مكان أو موقع الموضوع لا يتعلق بالوجود العسهري الأمريكي إطلاقا وهي حجج ومبررات يمكن من خلالها أن تنفذ العديد من الجماعات المسلحة هجمات على النفوذ الأمريكي حلفاء أمريكا الأطراف المرتبطة بها وبالتالي هي تستهدف كل شيء ممكن أن يغيظ الجانب الأمريكي أو يقلل نفوذه في البلاد ولو انسحبت القوات الأمريكية من العراق اليوم لن تتوقف في الغد تلك الهجمات التي هي جزء من الصراع الحاصل كما أشرنا طيب سيد علي جانب العراقي أكد على سلامة قوات التحالف الدولي أثناء فترة النقاشات بين الجانبين من ماذا أو من من أخذت الحكومة العراقية لربما الضمان يعني الحكومة العراقية لا تلجأ لها كذا خيار ربما يعني عدت خطة أمنية وتقوم بتحديثها مع مرور الوقت أو نفذت عمليات استباقية ويعني زادت الجرع الاستخبارية فيها كون التعامل مع تلك الجماعات المسلحة غير مضمون وأن هناك ربما يعني أطراف تريد أن تربك المشهد أحيانا في هكذا قضايا القائد العام للقوات المسلحة يصر دائما على أن وحدة القرار الأمني يجب أن تنبع من رؤية وطنية ويجب أن يكون القرار عبر مؤسسات الدولة ولا يمكن التعامل مع تلك الجماعات بأي شكل من الإشكال لا سياسيا ولا إعلاميا ولا أي طريقة يمكن للدولة أن تلجأ إلى هكذا خيار هناك إمكانيات أمنية عراقية قادرة على منع تلك الجماعات المسلحة وأن كانت هناك صعوبة في هذا الموضوع كون الحكومة لا تريد أن تصل إلى مستوى المواجهة مع تلك القوات لكننا نمتلك الكثير من الإمكانيات نمتلك المزيد من القدرات على بسط الأمن وفرض واقع أمنية تناسب مع رؤية الدولة ومع قدرتها على تحصين الموقف الأمني داخليا طيب سيد علي قبل قليل تحدثت بأنه لربما هناك بعض الجهات لا تريد خروج القوات الأمريكية وتريد أن تبقى بعضا منها هل ربما من الممكن أن تبقى بعض القوات الأمريكية وقوات التحالف في مناطق معينة في العراق وتخرج من أخرى يعني واضح جدا طبيعة هذا التواجد ممكن ينعكس على جغرافيا الوجود الأمريكي في البلاد لكن نتحدث عن القواعد الأمريكية هي مستفزة لتلك الجماعات المسلحة أين كانت وتراها زائدة عن الحاجة عكس رؤية الدولة أو بعض الأطراف والتيارات السياسية أو حتى مجتمعيا لذلك أين كانت تلك القوات وهي اليوم نتحدث عن الجغرافيا لا تتواجد القوات الأمريكية في منطقة نفوذ تلك الجماعات المسلحة على المستوى الاجتماعي لذلك سوف تبقيها تحت طائلة القصف والمواجهة ما لم يخف الضغط الحاصل في الأراضي الفلسطينية العلاقات تتحسن مع الجانب الإيراني تتوقف إسرائيل عن مهاجمة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في سوريا ولبنان والكثير من الأحداث التي جعلت الوجود الأمريكي في العراق جزء من هذه المعادلة وهو بعيد عنها بكل تأكيد طيب سيد علي عسكريا خيرنا نتحدث هل العراق اليوم قادر على التصدي لخطر داعش والاستغناء عن التحالف الدولي خاصة في مجال الطيران يعني في 2011 خرجت القوات الأمريكية في 2014 دخل علينا تنظيم داعش سؤال هو ما تأثير اليوم خروج القوات الأمريكية على المشهد العسكري في العراق طبعا هذه التقديرات تترك للمؤسسة الأمنية لكن على الواقع نتحدث عن قدرة عالية وجهوزية كبيرة لقوات الأمن العراقية هناك أكثر من مليون وربع عنصر أمن هناك توافق مجتمعي حكومي عسكري أمني هناك حالة من الاستقرار هناك انسجام على كافة المستويات الظروف التي صنعت تنظيم داعش الأرهابي وجعلته يسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد تختلف عن الواقع الذي يعيشه العراقيون اليوم خصوصا أن التنظيم افتقر إلى سببين رئيسيين لقوته ونفوذه الأول نتحدث عن الحاضنة المجتمعية القضية الأخرى نتحدث عن التمويل ومصادر التمويل التي تم قطعها وبترها هناك الكثير من القضايا الأخرى التأييد الأقليمي أو حتى الدولي لهكذا جماعات مسلحة الأوضاع اختلفت تماما ولا أتصور أن تنظيم داعش الأرهابي قادر ثانية على العودة بأي شكل من الأشكال أو بأي حضور ممكن الضربات التي يتلقاها يوميا قاصمة له وهناك استعداد كبير على المستوى العسكري الأمني الاستخباري وحتى الاجتماعي نجد أنه هناك يعني عندما يحصل تعرض نجد أنه المواطن العراقي يحمل بندقيته يحمل ما يمتلك من أسلحة لمواجهة هذا الخطر وضحت الفكرة المحلل السياسي الأستاذ علي البيدر شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر